وللمزيد من التفاصيل حول جولة رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة السويس وأبرز توجيهات خلالها يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة السويس هذه الجولة التي شملت العديد من الأماكن التي جاري العمل على تطويرها بالفعل أو تم الانتهاء منها نهائيا مثل العديد من الأشياء التي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر بدأنا منذ صباح اليوم هذه الجولة في محافظة السويس بداية بيئة المركز التكنولوجي الجديد الذي تم إنشاؤه في محافظة السويس بجانب ديوان محافظة السويس لخدمة مواطني ليس فقط محافظة السويس ولكن أيضا المحافظات الجانبية أو محافظات بجانب محافظة السويس هذا المركز يخدم بالطبع جميع ربما الخدمات المتعلقة بشكل مباشر مثل البطاقات الشخصية والمرور وخدمات أيضا الشباب الخارجين وغيرها من الخدمات ذات الشباك الواحد وهو تيسيرا وتسهيلا على المواطنين أيضا تم تفقد إنشاء ديوان عام للمحافظة ديوان عام جديد تم إنشاؤه ليربط هذه المراكز التكنولوجية المتنوعة داخل محافظة السويس هناك خمسة مراكز متنوعة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين واليوم كان الإنشاء للسادس هذا ديوان عام المحافظة الجديد يربط هذه الدووين سويا وتربط هذه المراكز سويا أيضا للتيسير والمراقبة لخدمة أيضا مواطني محافظة السويس ثم تتحرك بعد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي ويصحبه العديد من الوزراء مثل وزراء الشباب والرياضة وزراء التعليم ووزراء أيضا الصحة ووزارة الإسكان وأيضا في خلال هذه الجولة تم افتتاح العديد من الأماكن منها الأندية الرياضية المختلفة وأيضا مركز طبي رياضي ومركز طبي رياضي خاص ومتنوع لأنه ربما الأهم في محافظات الساحلية لأنه فريد من نوعه متخصص في علاج الإصابات الرياضية بجانب المدينة الرياضية التي تم افتتاحها بالفعل اليوم أيضا تحركت بعد ذلك الجولة لتفقد محطة رفع الصرف الصحي التي تم تطويرها بنسبة 100% تقريبا كانت ثلاثة طلمبات فقط لرفع الصرف الصحي أصبحت 6 طلمبات أي بنسبة تعدت المئة بالمئة فيما يتعلق بالصرف الصحي وكان هناك أيضا الجزء الهام تحدث خلاله دكتور مصاف مدبوري خلال مؤتمر صحفي من مركز طبي جديد في محافظة السويس هذا المركز أطلق عليها ويطلق عليه مدينة طبية جديدة صرح طبي كبير به جميع الخدمات الطبية وجميع التدخلات الجراحية والعمليات المختلفة هو الأول من نوعه أيضا في محافظة السويس وقال دكتور مصاف مدبوري أنه على غرار مستشفى القصر العيني في القاهرة ثم بعد ذلك كان هناك جزء خاص وهو تحدث أيضا عنه دكتور مصاف مدبوري خلال المؤتمر الصحفي جزء الإسكان الخاص بالتسكين إما بإنشاء مدن سكانية جديدة وأحياء سكانية جديدة أو حتى تطوير الأحياء السكانية المختلفة إما بتجديد العمارات أو حتى تجديد الطرق وتجديد أيضا الصرف الصحي ووسائل تغذية المياه المختلفة داخل العديد من الأحياء السكانية بمحافظة السويس وانتهت الجولة بطريق السويس وهي أيضا منطقة اقتصادية بها العديد من المشاريع تم تفقد المشاريع التي سيتم العمل عليها أو بدأت بالفعل العمل بها خلال الأيام القادمة لتنتهي بعض المشاريع في النصف العام المقبل ومنها من انتهى بالفعل وكانت هذه ربما نظرة عامة عن المجهودات التي تقوم بها الدولة في محافظة السويس التي لقت اهتماما كبيرا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقاطني محافظة السويس اليوم هنا من طريق السويس وأيضا العديد من الأماكن التي تم افتتاحها بالفعل